طيب ايه العلامات اللي ممكن لو شفتها على الطفل اعرف انه هو خلاص بقى مدمن لاستخدام السوشيال ميديا اولا انه لا يستطيع انه يقعد معايا ويتكلم معايا او يقعد مع اصحابه او يعمل اي حاجة ودائما بيفضل انه ايه يمسك الموبايل او التاب بتاعه واقعد عليه طول الوقت الحاجة بقى الملحوظة اللي بقى تبقى حاجة مرضية جدا ها النظرة الميتة في عيني ابني او بنتي فيه كده لمعة موجودة في عين كل طفل وطفل لو اللمعة دي راحت اعرف انه فيه هناك خطر شديد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي انه ده بلانة زي ما بنقول بالضبط ايه اللمعة اختفت ودي بقى علامة على كل ام واب يركز فيها مع ولاده لو لقاها راحت يعرف انه فيه انهاج او مؤشر سيء جدا ويجي بالتدخل مبكرا الحاجة الاخيرة طبعا انه يلاقيه لو انا سحبت منه الموبايل او التاب او اي حاجة بيبكي ويعيط ويسرخ ويعمل سلوكيات غير عادية لكنها اعراض انسحاب مخدر يعني طيب هل ممكن الاطفال تصاب بالتوحد نتيجة استخدام سوشيال ميديا بشكل مفرد؟ للامانة العلمية لأ التوحد مرض جيني وله علامة وحاجة تانية خالص تمام احنا بنوضح برضو بعض المفاهيم ولكن عشان نكون برضو واضح ممكن يجي لي مظاهر شبيهة بالتوحد ولكن ليس مرض التوحد يعني يبقى منعزل وما بتعملش مع الاخرين ولكن التوحد ضمارة ضد المخ ما بيتكونش أصلا نتيجة لأسباب وراسية جينية هنا هتبقى أسباب بنسببها بيئية أول ما شيلها التفلي بقى كويس جدا